باستعارة يرها كثيرون عبثية لمشهد مألوف في دول الديمقراطيات الراسخة لكن في عراق ما بعد الغزو صارت مسرحا لعقد صفقات أو نهايتها وتقاسم مناصب يصفه شركاء العملية السياسية أنفسهم بأنه مشين بمائة وتسعين وستين صوتا من أصل مائتين وثمانية وتسعين انتخب محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان إلى جانب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مرشح تحالف سائرون مقابل تسعين وثمانين صوتا لخالد العبيدي عضو تحالف النصر انتخاب الحلبوسي كان أشبه بتحصيل حاصل بعد اتهامه وكتلته بدفع ثلاثين مليون دولار لمنافس آخر مقابل انسحابه من السباق ترى أي منصب ثمين تدفع له هكذا مبالغ وإي مقابل يتوقع الممول المنافس الآخر على رئاسة البرلمان أسامى النجيفي أقر بخسارته لصالح الحلبوسي متهما الكتلة البرلمانية التي توافقت مع تحالف المحور بمحاولة سرقة العراق وبيعه للغرباء متوعدا إياهم بالفوز في الجولات القادمة والوقوف ضد محاولات بيع البلاد وبيع البلاد هذا أو ملفات الفساد مصطلحات جاذبة شعبيا لكنها باتت شائعة في المشهد السياسي الراهن عندما يختلف الشركاء غير أنها تكون شهادة لا سيما وأن الشاهد من أهل الدعي أنفسهم النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي قال إنما جرى داخل مجلس النواب محاصصة من نوع آخر مؤكدا أن ما يشاء أن ترشيح شخصيات مستقلة بعيدة عن المحاصصة هو مجرد أكذوبة ليشابه وصف النائب كاظم الصياد لما حصل في جلسة البرلمان بالجريمة والمسرحية التي ترسخ المحاصصة لافتا إلى أن جلسة واحدة من جلسات البرلمان نسفت كل الوعود التي قدمت للعراقيين كل هذا وفق سيناريو معد مسبقا دون معرفة كاتبه بحسب الصياد إذن صفقة البرلمان تمت لكن صفقات أخرى يجري التحضير لها فمنصب رئيس الحكومة والجمهورية لم يفصح كاتب السيناريو عن اسمه ما بعد نعم